أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان الثانوية العامة بعد توفير الأجواء الملائمة وكافة المستلزمات التي تساعد الطلبة ووفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المسافة فإن ثلث المتقدمين لامتحان الثانوية العامة هم من طلبة رفع المعدل أو استكمال متطلبات النجاح كما سيتقدم لامتحان 26 طالبا في مركز الحسين للسرطان وعدد من الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وبلغ عدد المسجلين لتقديم الامتحان الذي تعقد أولى جلساته في الرابع من تموز المقبل نحو 190 ألف طالب وطالبة موزعين على 766 مركزا